شنت دولة الاحتلال ضربات واسعة النطاق على مواقع داخل الأراضي السورية وذلك بعيد إسقاط دفاعات الجيش السوري الجوية إحدى مقاتلات الاحتلال من طراز F-16 التفاصيل في التقرير التالي هكذا بدأ حطام طائرة الاحتلال بعد إسقاطها بدفاعات الجيش السوري الجوية فجر السبت إذن لم تقصف طائرة الاحتلال مواقع سورية ولم تعد بسلام كالعادة فهذه المرة جاء الرد ردعا وليس مجرد رسالة للكيان بحسب مسؤولين في الجيش السوري سقطت المقاتلة من طراز F-16 فيما كان جيش الاحتلال يشن هجمات على أهداف يقول بأنها إيرانية في سوريا بعد اعتراض طائرة بلون طيار انطلقت من الأراضي السورية وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاء أدرعي على صفحته على فيسبوك أن عظمة الدفاع الجوية التابعة للاحتلال رصدت إطلاق طائرة دون طيار إيرانية من مطار تيفور في منطقة تدمر في سوريا باتجاه الأراضي المحتلة أشار إلى أن مروحية آباتشي أسقطتها في المقابل أعلنت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان الاحتلال على قاعدة عسكرية في وسط سوريا وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانة عن مصدر عسكري بأن كيان الاحتلال قام فجر السبت بعدوان جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى وتصدت له وصائة الدفاع الجوي وأصابت أكثر من طائرة وجاء إعلان دمشق بعد وقت قصير من تأكيد متحدث عسكري من الاحتلال أن قوات الاحتلال استهدفت أنظمة المراقبة الإيرانية في سوريا التي أرسلت طائرة بدون طيار إلى المجال الجوي التابع للاحتلال ويأتي هذا التطور بعد أربعة أيام من إعلان الجيش السوري تصدي وصائة الدفاع الجوي فجر الأربعاء لضربات جوية شنها الاحتلال على أحد مواقعه العسكرية في ريف دمشق وفي أول رد فعل للاحتلال قال بأن إيران وسوريا تلعبان بالنار في حين أنه لا يسعى إلى التصعيد وأنه يبقى على استعداد لكل الاحتمالات بعد تصعيد مفاجئ بينه وبين سوريا إلى ذلك اتهمت إيران كيان الاحتلال بالكذب مؤكدة حق سوريا في الدفاع المشروع عن النفس ردا على غارات أعلن الاحتلال بأنه شنها في سوريا إثر اعتراضها طائرة بدون طيار إيرانية انطلقت من الأراضي السورية وأنفت غرفة عمليات حلفاء سوريا التي تضم قياديين من إيران وحزب الله اللبناني وتتولى تنسيق العمليات القتالية في سوريا إرسال أي طائرة مسيرة فوق أجواء الأراضي العربية المحتلة فجر السبت وصفة الاتهامات في هذا الصدد بأنها افتراء من جهتها دعت روسيا جميع الأطراف في سوريا إلى ضبط النفس مضيفة أن تعريض حياة الجنود الروسي للخطر في سوريا غير مقبول بتاتا ترجمة نانسي قنقر